بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم داركم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فنحن مازلنا نتكلم عن الأخلاكيات والآداب التي تتعلق بالكتال الشرعي وفي الحلقات المادية تركنا إلى بعض هذه الآداب والأحكام والأخلاقيات ونواصل الكلام فيها في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا صاحبكم إدريس بن عبد الرحمن معي شيخ محمد سليمان غلا أهلا بكم يا شيخ أهلا بكم شيخ وكذلك معنا الدكتور من الضربين إليس أهلا بكم يا دكتور أهلا بكم الله أهلا بكم شيخ محمد إن شاء الله عبد وفيكم نتكلم عن الكتال مثلا نحن قاتلنا الأعطوة وانتهى الكتال وانتصرنا عليهم وفروا يعني قتلنا بعضهم وفروا غيرهم وماذا نفعل بقتلاهم يعني قتل الكفار نتركهم على أرض الكتال أو ندفنهم ماذا نفعل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام بعد انتهاء الهرب وانتصار المسلمين الذي هو المرجو دائما انتصار المسلمين قتل الأعداء يعني جثثهم الذين قتلوا في ميدان الكتال فماذا نفعل بها؟ هل تدفن وتوارى؟ أو تترك تأكلها الطيور؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر أنفسنا بأن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم وهذا التكريم يعتبر منها إلهية منها من الله سبحانه وتعالى لجميع البشر بدون استثناء لذلك يقول سبحانه وتعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ قال بني آدم لما فيهم المسلمون وغير المسلمين وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فآخر ما يقوم به المسلم تجاه الميت هو دفنه هذا هو آخر ما يقوم به المسلمون إذا توفي الإنسان يغسل يصلى عليه يكفن ثم ينفن فالدفن هو آخر شيء لأنه لا يليه شيء آخر طيب إذا رجعنا إلى السؤال ماذا نفعل بجثث العدى الذين قتلوا هل تدفن وتوارى أو تترك للطيور والشمس طبعا هنا في حالتان إذا طلب العدو هذه الجثث فالمسلمين أن يقدموها إليه طيب كما أنه حدث يذكر الولماء أنه في غزوة الخندق حدث هذا فيه واحد مشرك من كفار مكة حاول الخوض في المدينة طيب حاول الدخول إلى المدينة عبر هذا الخندق الذي هفر فسقط فيه فمات فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم إليهم جثته فقدمها إليه صلى الله عليه وسلم طيب إذا طلبوا تقدم إليهم إذا لم تقدم إليهم فماذا نفعل؟ سبيل جثث لا نفعل بها شيئا إذا لم يطلبوا فماذا نفعل؟ فمن هنا تدفن وتوارى بل يراه بعض الولماء واجبا أن تدفن وتوارى لا تترك هكذا يقول الخرشي المالي عليه رحمة الله كل كافر يجب أن يدفن ويجب أن تستر عورته إذا خيف عليه الضيعة ولو كان حربيا فقال يجب ولو كان حربيا لم تدفن أبو طالب ماذا قال الرسول صلى الله عليه عليه؟ قال له اذهب فواري لم يترك هذا أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاليا أن يذهب ويواري أباه ويواري أباه أبو طالب طيب هذا هو الواجب عندما انتهت معركة البدرين الكبرى لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الجثث لم يتركها بل أمر بطرهها في القليب أمر بطره هذه الجثث كلها في القليب حتى قام عليهم فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يذكر المؤرخون أن الجثة الوحيدة التي لم تطره في القليب هي الجثة أمية بن خلف لأنه لما جاء يأخذ ويطره في القليب وجدة الجثة قد انتفخت بحيث لا يمكن أن تحمل فغولي هناك صب عليه التراب مع ذلك لم يترك هكذا لم يترك هكذا وكان أحد الصحابة يذكر أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة فكان صلى الله عليه وسلم لا يخلف وراءه جثة بشرية فمن الأخلاقيات والأداب الإسلامية للجهاد إذا قتل العدو أن يدفنه أو يواره هذا هو ما قال العلماء الله أعلم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الآن أقول هذه صماحة الدين الإسلامي حتى قتل العدو يعني نتماع نتحمل مساقة دفنها سبحان الله العظيم حسنا دكتور أكرمكم الله سحيب نذهب ونتكلم عن أخلاكية أخرى وهذه تتعلق بأمان العدو أو طلب المعاهدة من العدو وما إلى ذلك يتعلق بأقد الذنب هل يجوز المسلمين أن يستجيب للعدو وماذا نفعل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسم الله سلام الله الإسلام صراحة يبيح للمسلمين أن يدخلوا في عهد سلح مع العدو أن يدخلوا في عهد السلم مع العدو وهذه المعاهدات تنقسم تقريبا إلى ثلاث منها ما يسمى الذنب أقد الذنب والأصل في الذنب صفة يصير بها الإنسان أهلا للحق أي له حق له حق له حق كما عليه أيضا حقوق فله حقوق على المسلمين وللمسلمين أيضا حقوق وأقد الذنب أقد به يستطيع غير المسلم أن يمكث في بلاد المسلمين ويمارس دينه ويمارس دينه دون أن يلزمه أحد أن يتخلى عن دينه ويلتزم أخلاقيات تراها الإسلام مثلا يلتزم أحكام المؤلم الإسلام مثلا لا يتعرض للمسلمين بسوء مثلا لا يتجسس عن المسلمين مثلا لا يتعرض لبنات المسلمين بالزنا ربما عنده أن هذا شيء طبيعي مثلا لا يرى حرمته في دينه لكن لا يفعل مثل هذا مع المسلمين لا يسوء دين المسلمين لا يسب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لا يتعرض للقرآن الكريم بالإنكار وبالإستهزاء وما إلى ذلك فبهذا العقد على أن يدفع جزية مقابل هذا العهد مقابل مكثه وبقائه وهذا عقد الذنب يعقيده الإمام المسلمين ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا وذكر في حديثه المعروف أن من قتل رجل من أهل الذنب لم يرح رائحة الجنة فهذا مقبول مثل هذا العهد بين المسلمين وبين غير المسلمين يكرون على دينهم ويسمع لعم البقاء في بلاد الإسلام ويلتزموا أخلاقيات معينة ثم أيضا عقد ثاني وهو عقد الأمان وأقد الأمان يعني أقد يشعر صاحبه بالإطمئنان أقد يزيل الخوف لغير المسلم لا سيما الذي يقبل على بلاد المسلمين يقدم بلاد المسلمين للتجارة أو للزياعة فيكون له عقد أمان أن لا يمسعه أحد بسوء وهو كذلك لا يمسن أحدا بسوء وإن أحد من المشركين استجاركا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما أمانا وهذا العقد يصح من أفراد المسلمين ويصح كما يصح من رئيس المسلمين وبعض العلماء على أن مثل هذا العقد لا بد أن يجيزه أمير المؤمنين أو نائبه أو رئيس المسلمين ويستدلون بذلك أن أمهاني رضي الله تعالى عنها وعضاها أجارت رجلا فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أقتلنه أي حمى بقتله فشاكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن علي يزعم أنه قاتل أنه سيقتل رجلا استأمنته رجلا استأجرته فقال رجلا أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أماني يعني راضٌ يرى أنه لابد يعني من في النهاية إذا وافق الأمير فبحوالي ما إذا لم يوافق لسبب ما لخطورة ذلك الرجل لما يبيته ولما له من علم وخلفية عسد الرجل هذا شيء آخر لكن الأمان ومباح في الإسلام وجائز في الإسلام أن يؤمن المسلم كافراً يسمع له بالدخول والخرج وحتى في هذا قد بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة من ذلك رجل أعطى بي ثم أخذه رجل يعطي الأمان أعطيتك أمان بسم الله عز وجل يعني بسم الله ولن أضرك ولن أمسك بسوء ولا بأذى ولن تجد مني شراً ثم بعد ذلك يعمله بعكس ذلك فهذا سيواجه مشكلة يوم القيامة مع الله تبارك وتعالى ثم العهد الثالث وهو عهد الهدنة عهد الهدنة يعني بين قوم ليسوا بمسلمين هم في ذلك فيدخل المسلمون معهم في عهد وفي اتفاق وفي وعد قوي مؤكد بإيقاف الحرب فيما بينهم لمدتهم حبما لمدة عشر سنوات لمدة تسل سنوات وما إلى ذلك على كل حال يكون هناك اتفاق لإيقاف الحرب ويكون هذا عندما يطلب غير المسلمين ذلك منهاء الحرب فالمسلمون يستجبون لهم يقناً للدماء يقول الله عز وجل إن جانحوا للسلم فاجنح لها وتوكلنا على الله وفي آية أخرى يقول الله عز وجل فلا تهينوه وتدعوا إلى السلم وأنتم الآلون ويقول العلماء يعني هذا هنا إشارة إلى أنه لابد أن تكون ثمة مصلحة لقبول هذه الهدنة لابد أن ننظر هناك مصلحة للإسلام هناك مصلحة للمسلمين في هذا الأمر ثم بعد ذلك فنقبض بهذه الهدنة وندخل معهم في هذا الاتفاق أما أن يكون الاتفاق ليس فيه مصلحة للأمة وليس فيه مصلحة للمسلمين بل فيه ظلم والضهاد ظاهر وواضح على المسلمين فالعلماء يقولون فيما يتعلق بهذا على كل حال الله عز وجل أباه لنا مثل هذا وهذا الذي خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وحصل سلح الحليمية واتفاق معهم على وضع الحرب لمدة عشر سنوات والتزم النبي صلى الله عليه وسلم ببنود تلك المعاهدة وانتزمع صلى الله عليه وسلم إلى أن خرقوها هم بأنفسهم ونقضوها وخالفوا ما جاء فيها فالإسلام يريه هذه المعاهدات والصلح والانتقاقيات بين المسلمين وبين غير المسلمين بل الإسلام يجبر المسلم على الالتزام إلا في حالة أن ينقض هؤلاء أو في حالة أن يخاف الإنسان لأنه رأى أمارة سوء ورأى أشراط الشر من هؤلاء الناس فينبذ إليهم على سواه ينبذ يعني يخبرهم بيننا وبينكم كيت وكيت وقد فطنا إلى كذا أو رائنا كذا أو علمنا كذا أو سميعا كذا ونحن الآن يعني نبذنا الصلحة أو العهد الذي بيننا وبينكم فيكوننا سواء هم على علم وهم أيضا على علم فتقريبا هذه المعاهدات مشروعة ومقبولة ومباحة في دين الله عز وجل ابتداء من الذمة والله عز وجل يقول في حقاته الذين لا يبين بالله ولا بالنوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسله ولا يدينوا دين الحق من الذين قوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية أن يدينوا أم صاغرون وفي الأمان ذكرنا قول الله عز وجل وإن أحد من المشرك لا استجاركا فأجروا حتى يسمع كلام الله وذكرنا أيضا فيما يتعلق بالقول الله وإن جنه للسلم فجنا حلا وتوكلنا على الله وهذا كله يدل على سماحة الإسلام أنه ما جاء بالحق ما جاء أنه ما في حل إلا كذا لا الحل لأيديكم أنتم نحن أتيناكم بالسلام كما قال الله عز وجل فيما يهدي به الله من اتبع رضوانه سزل السلام نحن أتيناكم بالسلام تريدون السلام ندخل فيه يبقى الأمر في أيديه وهذا والله تعالى شكرا لكم والدكتور الإسلام أتى بالسلام إلا أن الكفار إذا أعتذى علينا فأعتذى عليهم بإمتداء علينا ولكن هناك حلول كما ذكرتون هناك حل عن طريق الهدنة هناك حل عن طريق عقد الذمة هناك حل عن طريق عقد الأمان مرحبا بالكافر الذي يفر بنفسه من دار الحرب إلى دار الإسلام مرحبا به في الإسلام وكذلك الدولة التي تريد عقد الهدنة بالمسلمين لإيقاف الحرب مدة معينة مرحبا بها هذه حلول في الإسلام وكما قلتم هذا يدل على سماحة الدين الإسلامي كزيادة على ما سبق من الأخلاقيات فيما يتعلق بتنثيل ودفن المقتولين الجثث ودفنها الإسلام ينظر إلى الإنسان بعد موته بنظرة خاصة ولو لم يكن مسلما بنظرة خاصة ممكن نستعنس الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي وقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا ما أنه يهودي لكن بعد موته كأن الإسلام ينظر إلى الإنسان بعد الموته نظرة خاصة تختلف عن النظرة العامة التي ينظر إلى الإنسان في حياته وهذا أيضا يدل على حسن الإسلام ويدل على احترام الإسلام للآخرين وما أشبه ذلك الله أعلم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الله إن شاء الله أيها المستمعون لكلام بقية في أخلاكيات الكتال الشرعي ونواصل كلام إن شاء الله في الحلقات التالية وإلى اللقاء والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة